السلام عليكم مرحبا بجميع مرحبا بإخوان مرحبا بوكلة العقرية مرحبا بإخوان كامل اللي تسمعوا القناة خليد العريم اليوم تنازولا عن بعض الإخوان والاستفادة العامة قد نضروع لأراضي القيش نضروع الخصائص القانونية لأراضي القيش تتنقسم إلى أقسام ألف تفويت أراضي القيش تقادم أراضي القيش حج أراضي القيش نزع ملكية أراضي القيش تنظيم جماعة القيش تدبير الرصيد العقاري للقيش وصاية الدولة أربعة تأمين سلامة الأراضي القيش ألف التحفيظ العقاري لأراضي القيش باك التحديد الإداري لأراضي القيش خامسا تطور نظام القيش ألف تطور نحو الخوصصة باك التمليك أمر واقع جيم الخوصصة الرسمية سادسا حالات أراضي القيش في المنطقة الشمالية سابقا بداية نبدأ خصائص قانونية لأراضي القيش إنه من الصعب التطرق لأراضي القيش دون الرجوع إلى الأراضي الجماعية ولو من قبل المقارنة أو القياس علما أي صنف عقاري منهما يظهر خصائص قانونية خاصة به وعليه فإن كانت الأرض الجماعية تابعة بملكيتها تامة للقبيلة السلالية التي تحتلها فحق الملكي على أرض القيش يكون مجزئا أي مقسما إلى حقين عينيين منفصلين لكل جزء منهما صاحبة حق الرقبة تابع لملك الدولة الخاص حق الانتفاع ممنوح بصفة دائمة لجماعة الجيش إن تقسيم حق الملكية يجعله من نظام الجيش العقاري نظاما مزدوجا له تفرعات في نفس في نفس الوقت مع النظام القانوني للأملاك الدولة ومع النظام القانوني الجماعي وهكذا فهناك إدارتان تقتسمان الاختصاصات في هذا القطاع ولكل واحدة منهما مجالها للتدخل وزارة المالية إدارة أملاك الدولة بالنسبة لكل ما له علاقة بالجانب القانوني للأراضي وزارة الداخلية مديرية شؤون القروية من أجل التدبير والمراقبة والدفاع عن مصالح جماعة القيش انطلاقا من هذه ازدواجية ومن تشابه القيش مع النظام الجماعي فممتلكات القيش تعتبر غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا يسر عليها التقادم إن تطبيق هذه الخصائص القانونية الأساسية التي تبدو واضحة وبدون التباس تصبح قابلة للنقاش في غياب التعيين المادي والقانوني لجزء كبير من هذه الأراضي ألف تفويت أراضي القيش ليست جماعة القيش مالكة للأراضي التي تقيم عليها إنها صاحبة حق للانتفاع الدائم الذي يمنح للمستفيدين السكن والموارد وليس لها صلاحية التفويت بمحض إراضتها لجزء من الأرض ولا لحصة معينة من حق الانتفاع الدائم الذي تستفيد منه نظريا لا شيء يمنع الدولة من التخلي عن حق الرقبة لغير جماعة القيش لكن من يقبل شراء حق لا يخول له حق التصرف فيه بالعكس التخويل له الحق التخويل لحق الرقبة إلى جماعة القيش يسمح لها بالتملك في نفس الوقت بحق الرقبة وبحق الانتفاع إلى الأرض هذه الوضعية تجعلها شبيهة بالجماعة السلالية لا سيمة وأن الانتزامات جماعة القيش لم تعد قائمة إن تفويت عقار القيش للغير شخص عمومي أو خاص يتطلب إذن مدبر ملك الدولة الخاص وزير المالية موافقة سلطة الوصاية على أراضي القيش وزير الداخلية واعتماد جماعة القيش وفي حالة عدم الحصول على اتفاق ودي فإن اقصد الحال يتم اللجوء إلى نزع الملكية إلا أن تصرف صاحب الوصاية بمفردة وبناء على الفصل الخمسة من ظاهير 27 أبريل 1919 كما تمت الإشارة إليه سابقاً نص القانون على تدابير مخالفة لمنح تفويت الأراضي القيش الجماعية غير أن حالة أرض القيش مختلفة بما أن حق الرقبة يعود لملك الدولة الخاص ولأن حق الانتفاع الدائم الذي ينتقل من جيل إلى جيل فإن تفويته مقابل تعويض لدوي الحقوق الحاضرين بعين المكان قد يحرموا دريتهم من حق اختسابوه لأجيال لكن إذا غادر الأشخاص الذين استفادوا من التعويض الأرض التي كانوا يحتلونها فما مصير ورثتهم الذين بلغوا سن الرشد وجاءوا يطالبون بحق لا وجود له إلا في ذاكرتهم عملياً بالرغم من المنع المتعلق بالتفويت من طرف أفراد القيش فإن عملية الإيجار لقطع القيش الأرضية من طرف مستغلية لفائدة الغير الأجنبي عن القبيلة تتكاثر وتنجز بواسطة عقود عدلية أو عرفية لمدة محددة قابلة للجديد مع العلم أن هذه العمليات لا تغير شيئاً من نظام القيش للعقارات غير أن تابعات المخاطر تتعاضم بالنسبة للقطع المحيطة بضواحي القيش التي يحتلها الأغيار ويتمسكون بالحيازة ليستندوا عليها في مطالبهم بالتحفيض العقاري إن هذه الإمكانية قد تكون متاحة إذا كانت الأرض القيش غير محفظة ولا محددة تحديداً إدارياً إذا كان واضع اليد يبرر حيازته بعقد مكتوب وطلب تحفيض القطعة وحصل رسم عقاري في اسمه با تقادم أراضي القيش كما هو الشأن بالنسبة للأراضي الجماعية فإن أراضي القيش لا يسر عليها التقادم قانونياً وعملياً إذا كانت يقضت المعنيين دائماً وإلا فإن القطع الأرضي الغير محفظة أو الغير محددة تحديداً إدارياً يمكن أن يسر عليها تقادم مكتسب كما هو الشأن بالنسبة للملك الجماعي أو أراضي الملك الخاص كان هذا العمل شائعاً في بداية القرن الماضي حيث أدى التهاون ببعض الأشخاص إلى استعمال نفوذهم للسلاء على أجزاء واسعة من الأراضي القيش وقاموا بتحفيضها لصالحهم جيم حجز أراضي القيش ما تقدم ذكره في موضوع الحجز بالنسبة للأراضي الجماعية يصلح أيضاً للأراضي القيش فلا حق للرقب فلا حق الرقب الذي بيد الدولة ولا حق الانتفاع الذي تمتلك الجماعة قابلتين للرهن الرسمي أو الرهن الحيازي ولا يمكن أن يسر عليهم الحز من أي كان من الدائنين ويمكن لهؤلاء الدائنين عند الاقتضاء أن يستردوا حقوقهم بالحز على المنقولات أو الماشية من المنتمي للقيش المتقل بالدين دال نزع الملكية أراضي القيش بما أن أراضي القيش غير قابلة للتفويت ولا للحز يبقى نزع الملكية هو الطريق القانوني الأكثر سهولة و الأكثر فعالية لفرض التخلي عنها مع ذلك بسبب جزئات حق الملكية هل يمكن نزع الملكية القطعة التابعة للقيش بكاملها حق انتفاع و حق الرقبة أو حق انتفاع فقط هل يدفع التعويض نزع الملكية كيفما كان مبلغه لمستغل القطعة أن يدفع جزء منه للدولة والجزء آخر للجامعة هل سيبقى المحتل للقطعة موضوع نزع الملكية عضوا في القبيلة إن النصوص لا توضح أنه متى تم التعويض المستغل فإنه يفقد انتماءه لجماعة القيش أو أنه إذا ما احتفظ به بهذه الصفة فهل له الحق في الاستفادة من حق الانتفاع على قطعة جديدة فمع استقرار أراضي القيش يكون من الصعب منح قطعة جديدة للأشخاص مبعدين الذين كثيرا ما يطلب منهم مغادرة الأمكنة بعد تعويضهم فالواقع أن مغادرتهم لا تمنح دريتهم الذين بلغوا سن الرشد من المطالب بحقهم في انتفاع بقطعة أو المطالب بمكافأة جديدة شكرا لكم إلى فيديو آخر لكي يكون الفيديوات صغار أتمنى لكم أن تابعوا في الخليد العريم لكي تصلوا بالمحطيات القانونية والمحطيات القانونية بصفة عامة والمداخلات السياسية شكرا لكم